السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي الفني صناع زراع تجاري فندقي مهني في مادة الرياضيات والباب الرابع المتتابعات الحسابية والهندسية ونتناول اليوم درس المتتابعات الحسابية زي ما احنا عارفين هنتعرف على الصورة العامة للمتتابعة هنعرف الحد العام هنعرف يعني ايه أساس المتتابعة هنعرف يعني ايه الحد الأول والحد الأخير ورمزهم هنعرف يعني ايه وسط حسابي هنعرف يعني ايه لما ندخل اوساط حسابية بين عددين ايضا هنختم بمجموع المتتابعة الحسابية تعالوا نشوف مع بعض اول حاجة عندي المتتابعة الحسابية ايه شكل المتتابعة الحسابية وايه هو الاساس وايه هو الحد النوني تعالوا نمسك كده مع بعض ونشوف بعض الاعداد واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة بص على الاعداد دي فيه تتابع مستمر هنلاقيها تتزايد بوتيرة واحدة يعني الفرق بين تلاتة وواحد اتنين الخمسة يعني لما قل له تلاتة ناقص واحد يساوي اتنين خمسة ناقص ثلاتة يساوي اتنين سبعة ناقص خمسة يساوي اتنين يبقى هلاقيها ان هي تزداد بوتيرة واحدة يبقى هقول له دي متتابعة حسابية وعندي الفرق ده الظاهر عندي هسميه الاساس طيب الاساس ليه رمز؟ اه رانا اخد الرمز بتاعه دال طيب الحد الاول هيكون ليه برضو رمز؟ نعم هيكون رمزه ألف يبقى انا عندي هنا ألف وعندي دال طيب انا ممكن اقول حداشر تمانية خمسة وهكذا تلاتة خمسة اتنين سالب واحد ماذا نلاحظ هنا؟ انا عندي لقيت هنا الاعداد تتناقص تمانية ناقص حداشر سالب ثلاثة خمسة ناقص تمانية سالب ثلاثة اتنين يبقى هقول له تمانية ناقص حداشر يساوي سالب ثلاثة خمسة ناقص تمانية سالب ثلاثة عندي كمان اتنين ناقص خمسة يساوي سالب ثلاثة خلي بالك أنا بطرح الثاني من الأول لقيت عندي هنا العدد طلع عندي إيه؟ عدد فابت بقوله إن مجموعة الأعداد دي تتناقص بمقدار فابت سالب ثلاثة يبقى دي متتابعة حسابية جميل طبع أنا عايز أعرف الأساس يبقى الأساس دال قيمة أي حد ناقص الحد السابق له مباشرة أو الذي يسبقه طيب أنا عايز أقول بقى الصورة العامة عندي للمتتابعة الحسابية بتاعتي دي هيكون شكلها إزاي؟ أنا عرفت إن الأساس رمزه دال ودال أجيبه إزاي؟ أي حد ناقص الحد السابق له مباشرة طيب الصورة العامة للمتتابعة هتبقى ألف وكل مرة زود دال يبقى أنا عندي ألف زائد دال طب زود دال كمان يبقى ألف زائد اتنين دال طب زود كمان دال يبقى ألف زائد ثلاثة دال لاحظ بقى ده الحد الأول حه واحد ده الحد الثاني ده الحد الثالث ده الحد الرابع إيه لخ؟ طيب إنت لاحظت إيه؟ في الحد الثاني كدال واحدة بس طب الحد الثالث اتنين دال يعني هنا بالنقص إيه؟ بالنقص واحد طب حد الثاء الرابع ثلاثة دال طب أنا عايزة أعرف بقى أفرق بين حه نون وبين نون إيه حه نون؟ وإيه نون؟ أنا بقول حه واحد حه اتنين حه خمسة حه عشرة حه مليون حه نون دي قيمة الحد قيمة الحد طيب نون رتبة الحد يعني إيه؟ يعني رتبة الحد الحد الثالث يبقى ده مكانه في المتتابعة رقم ثلاثة طيب أما قيمته كام؟ يعني لما أقول مثلا اتنين سبعة اتناشر سبعتاشر وهكذا يبقى الحد الثالث هنا رتبته تلاتة أما قيمته اتناشر يبقى هقوله هنا حه تلاتة يساوي اتناشر أما نون يساوي تلاتة يبقى خلي بالك من الرتبة والحد طب أنا عايز بقى أطلع بالحد العام أقوله حه نون يساوي إنت عندك هنا مين؟ ألف برافو عليك زائد وهنا دال طب أنا بطرح واحد من رتبة الحد يبقى هقوله نون ناقص واحد وده الحد العام اللي احنا هنشتغل عليه يبقى حه نون هيساوي ألف زائد نون ناقص واحد دال طب واحد يقولي هاتلي حه خمستاشر أقوله ألف ألف زائد ناقص واحد من الخمستاشر يبقى أربعتاشر دال يبقى ألف زائد أربعتاشر دال وهكذا يبقى يبقى هنا طلعت عندي عرفت يعني إيه أساس وعرفت يعني إيه الحد الأول وعرفت يعني إيه الحد العام اللي هو بيعرف لي المتتابعة الحسابية وعرفت صورة المتتابعة الحسابية إزاي لما أجي أكتبها ألف الحد الأول بعدين ألف زائد دال ألف زائد اتنين دال إلى الأخ طيب عايزين نشوف مع بعض أول تمرين عندي عايزين نحله أوجد الحد التاسع عشر من المتتابعة دي تعال بقى نشوف مع بعض أنا محتاج إيه محتاج الألف والدال الألف والدال طيب الألف الحد الأول واحد الدال إحنا بنقول قيمة أي حد ناقص الحد السابق له مباشرة يعني ممكن أقول تلاتة ناقص واحد طلع كام؟ اتنين إنت طالب إيه؟ طالب حه تسعتاشر اكتب لي الحه تسعتاشر يعني ألف زائد هننقص منها واحد بنقول نقول نقص واحد يبقى تمنتاشر دال الموضوع بقى تعويض شيل الألف وحط واحد شيل الدال وحط اتنين أقول له اتنين في تمنتاشر بستة وتلاتين زائد واحد يبقى سبعة وتلاتين يبقى قدرت أن أنا أجيب الحد التسعتاشر طلع عندي سبعة وتلاتين كان ممكن طالب يقول لي يا أستاذ أنا هاعد أعد أو أعد على صبع واحد تلاتة أنا عرفت الأساسي اتنين خمسة سبعة تسعة أحداشر ها بس أنا أفرض قلت لك هات الحد المية هتقعد تعد الحد مية صعب طبعا يبقى في الحالة دي أنا بطبق القانون العام اللي عندي طيب تعالوا نشوف شكل تاني من أشكال المسال بيقول لي أوجد رتبة الحد يعني أنت عايز هنا نون الذي قيمته ستة وتسعين من المتتابعة واحد وستة وحداشر وستاشر هو عايز مين عايز نون تعال معايا بقى زي ما قلتلك عندك مسودة طلع لمعطياتك اللي عندك محتاج الألف ومحتاج الدال وانت طالب النون طب الألف هنا بكام أول حد طلع عندي كمان واحدة طب أنا عايز أجيب الدال الأساس يسوي أي حد ناقص الحد السابق له مباشرة يبقى ست ناقص واحد يسوي خمس يبقى أنا جبت مين الدال بخمس طب أنا عايز إيه عايز نون يبقى لازم أكتب الحد العام حه نون يسوي آلف زائد نون ناقص واحد في دال طب أنا عايز النون وهو عطيني في المعطيات الألف والدال وعطيني قيمة الحد اللي شيل عندي حه نون هكتبها هنا عشان تبقى واضحة قدامك ستة وتسعين حطت ستة وتسعين الألف بكام بواحد زائد نون ناقص واحد في دال دال بكام بخمسة هنا عمليات حسابية عادية هنفق القوس خمسة في نون بخمسة نون خمسة في واحد بخمسة وهنا ستة وتسعين واحد ناقص خمسة كام سالب أربعة هاوديها الحارة التانية هتبقى موجب يبقى ستة وتسعين زائد أربعة يساوي خمسة نون دي مجموحة مية يساوي خمسة نون طبعا كلكم عارفين لما حب أجيب قيمة المجهول أقصم على معامل المجهول اللي عندي أقصم على كام على الخمسة يبقى هقول له النون تساوي مية تقسيم خمسة كام عشرين يبقى كتب هنا عشرين يبقى الحد اللي رتبته اللي قيمته ستة وتسعين طلع رتبته كام رقم عشرين جميل خالص تعالوا نشوف سؤال تاني ده نفس الحل أوجد رتبة الحد الذي قيمته خمسة وتمانين من المتتبعة تلاتتاشر سبعتاشر واحد وعشرين ده أنا هسيبه ليكم تحلوه أنا كاتب لك الناتج بتاعي إنه يطلع تسعتاشر نفس طريقة رقم اتنين تعالوا نشوف نوع تاني من المسائل أوجد المتتبعة الحسابية التي حدها الثالث خمسة وحدها السادس حداشر تعالوا بقى كده مع بعض ونكتب برضو إيه المعطيات اللي عندي بيقول لي حه ثلاثة بيسوي كام خمسة حه ستة بحداشر تعالوا نكتب الحد ده على صورة المتتبعة الحد العام اللي عندي يبقى هقول له حه ستة اللي هو ألف زائد خمسة دال برافو الكلام ده بيسوي 11 حه ثلاثة اللي هو ألف زائد تلاتة يعني هننقص واحد يبقى اتنين دال يسوي خمسة إيه ده يا أستاذ ده أنت عندك هنا كده شكله معادلات إحنا خدناها في عدادي برافو عليك تعالى نحل المعادلتين دول في مجهولين عشان نطلع كل مجهول طب إحنا كنا بنعمل إيه قالك كنا بنطرح طب إحنا نطرح هنعمل إيه قالك تغير إشارات اللي تحت يعني دي هتبقى سالب ودي مجهب هتبقى سالب ودي مجهب هتبقى سالب وتعالى نجمع سالب ألف ومجهب ألف راحت خمسة دال نقص اتنين دال يبقى ثلاثة دال يساوي 11 نقص خمسة كام ستة أنت بقيت طالب شاطر وعرفت النقضة جيبت دال أقسم على معامل المجهول يعني ستة تقسيم ثلاثة كام اتنين يبقى أنا عندي هنا عايزة جيب الألف وعايزة جيب الدال جبت الدال باتنين طب أجيب الألف منين أقول له تعالى بقى نحل نعوض في معادلة من المعادلات السهلة يا واحد أو اتنين عشان أجيب قيمة الألف يبقى بالتعويب في المعادلة نحل نعوض في اتنين أشيل الدال وحط قيمته اتنين في اتنين يساوي خمسة طب اتنين في اتنين بكام باربعة هواديها الحارة التانية ومن حارة الحارة نغير الإشارة يعني الألف هنا بكام بواحد يبقى أنت جبت الألف بواحد وجبت الدال بكام باتنين تقدر تكون المتتبعة بكل سهولة نعم يبقى حط الحد الأول واحد زود عليه اتنين يبقى ثلاثة زود عليه اتنين خمسة زود اتنين يبقى سبعة وهكذا أنا هنا قدرت أكون المتتبعة هو كان عطيني حدين منها عملت ايه كتبت كل حد على الصورة العامة بتاعته وطلع عندي معادلتين حليت المعادلتين جبريا إن أنا بعمل ايه بطرح المعادلتين من بعض هيطلع لي المجهول الأول أعوض في إحدى المعادلات الأولى أو الثانية على كيفي أطلع المجهول الثاني هنا طلعت حد الأول وطلعت الأساس بكل سهولة أقدر أكون المتتبعة ايه الحسابية تمام تعالوا نشوف مسألة تانية برضو السؤال رقم خمسة هو نفس فكرة السؤال رقم أربعة خلي بالك عين المتتبعة الحسابية اللي فيها حه أربعة يعني الحد الرابع بسالب سبعتاشر والحد الحداشر بسالب اتنين وخمسين تعالوا نحل دي هقول له أنا محتاج إيه أكتب معطيات الأول يبقى حه أربعة وحه حداشر وأنا محتاج الألف ومحتاج الدال كده تبقى أنت طالب فاهم وعارف إيه اللي لك ولي عليك حه أربعة بسالب سبعتاشر حه حداشر بسالب اتنين وخمسين عايز الألف والدال تعالوا نكتب حه حداشر يبقى ألف زائد كام هه حداشر ولا اتناشر ولا عشرة لا برفع عليك حداشر أنا بطرح واحد يا أستاذ يبقى عشرة دال يسوي سالب سبعتاشر حه لا حداشر يبقى سالب اتنين وخمسين عفوا حه أربعة يبقى ألف زائد ثلاثة دال يسوي سالب سبعتاشر دي المعادلة رقم واحد ودي المعادلة رقم اتنين وبالجمع طب بالجمع بنعمل ايه احنا اتفقنا بنغير الإشارات السالب دي هتبقى موجب ودي هتبقى سالب ودي هتبقى سالب يلا الطريقة بتاعتك المعتادة ألف موجب وألف سالب يروحوا عشرة نقص ثلاثة يبقى سبعة دال عندي هنا عددين اتنين وخمسين بالسالب وسبعتاشر بالموجب لما أجي أطرح موجب وسالب أطرح العددين وأضع إشارة الكبير الكبير له الغلبة يبقى حط إشارة السالب اتناشر نقص سبعة يبقى خمسة اربعة نقص واحد يبقى ثلاثة برافو عليك هتجيب الدال هتقسم الخمسة وتلاتين على السبعة يبقى سالب خمسة اكتبها لي هنا اكتبها لي هنا يبقى هنا كام؟ سالب خمسة طيب بالتعويض بالتعويض في اتنين أنت عايز تجيب الألف يبقى ألف زائد ثلاثة في سالب خمسة يساوي سالب سبعتاشر طيب ثلاثة في سالب خمسة بكام؟ سالب خمستاشر هنقلها الحارة التانية تبقى موجب خمستاشر طيب سالب سبعتاشر وموجب خمستاشر سالب اتنين حطينا سالب اتنين الله انت عندك دلوقتي الحد الاول وعندك الاساس تقدر تكون المتتابعة بتاعتك؟ اه يبقى المتتابعة هي الحد الاول سالب اتنين ضيف عليه سالب خمسة انت لما تيجي تضيف سالب مع سالب خلي بالك انت هنا خسارة زائد خسارة برضو خسارة فرق بين الجمعة وبين الاضافة الطرح انا كده بطرح سالب اتنين نقص سالب خمسة يعني بتجمع عدد سالب مع عدد سالب يبقى هنا بتضع نفس الاشارة وتجمع العددين يبقى سالب سبعة طيب ضيف كمان سالب خمس سالب اتناشر طيب ضيف كمان سالب خمس سالب سبعتاشر وهكذا قدرت إن أنا أعمل إيه؟ أجيب المتتابعة بتحتي طيب إيه الخطوات الحل؟ من كل حد معطى كتبت المعادلة بتاعته حد 11 يبقى ألف زائد 10 دال الحد الرابع يبقى ألف زائد 3 دال أنا بنقص واحد من إيه؟ من النون طيب هم طلعوا معادلتين مع بعض أحلهم جبري بالجمع أغير إشارات اللي تحت وأجمعهم جمع جبري أطلع قيمة الدال أعوض في معادلة منهم أطلع قيمة الألف وأكون إيه؟ المتتابعة تعالوا بقى نشوف حاجة تانية جديدة خالص الوسط الحسابي يعني إيه الوسط الحسابي ده؟ قالك لأي عدد من الأعداد بتجيب الوسط إزاي؟ بتجمع الأعداد دي وتقسمها على عددها يعني إيه أستاذ؟ يعني أقولك أنت جبت درجات في الشهر الأول عشرة والشهر الثاني إتناشر والشهر الثالث تمانية متوسطك في الثلاث شهور كام تقولي أجمع عشرة زائد اتناشر زائد تمانية يطلع تلاتين أقسمه على تلاتة عدد الشهور يطلع متوسطي عشرة صح يبقى أنت كده عندك متوسطك في الاختبار الشهري بتاعك عشرة إحنا هنا عندنا عايزين نجيب بقى إيه؟ الوسط الحسابي بين عددين قالك بسيطة اجمعهم وقسم إيه؟ على اتنين مش هم عددين؟ تعالوا نشوف المسألة دية أوجد الوسط الحسابي للعددين أربعة واثنين وعشرين أقوله الوسط الحسابي يساوي مجموحهم على اتنين يبقى أربعة زائد اتنين وعشرين يعني ستة وعشرين على اتنين يطلع تلاتتاشر يبقى الوسط الحسابي تلاتتاشر لو طرحت تلاتتاشر نقص أربعة وطرحت اتنين وعشرين نقص تلاتتاشر يطلع نفس العدد تلاتتاشر نقص أربعة تسعة واثنين وعشرين نقص تلاتتاشر يساوي كام تسعة جميل خالص تعالوا نشوف مسألة تانية بقى فيها أفكار أدخل ثمانية أوصات حسابية بين ثلاثة وواحد وعشرين تعالوا معايا كده وحدة وحدة أنا عايز أدخل ثمان أوصات بين الثلاثة وبين الواحد وعشرين بين الثلاثة وبين ايه؟ الواحد وعشرين جميل دي ألف وده الحد الأخير بسميه لام بسميه ايه؟ لام وأنا عايز هنا كام ثمان أوصات طيب يبقى أنا عندي معطيات آه ألف بتلاتة يبقى أنت محتاج الدال برافو عليك محتاج ايه؟ الدال طيب لما تيجي تعد الحدين دول مع الثمانية يبقى عدد الحدود كام؟ حد يقول لي ها؟ أنا عندي اتنين زي الثمان أوصات يبقى عشرة يعني اللام الحد الأخير ده الحد العاشر بواحد وعشرين الله تعالى بقى ننطلق من الحد العاشر يبقى حا عشرة يسوي آلف زائد كام؟ تسعة دال بيسوي واحد وعشرين برافو طيب تقدر تعوض عن الألف بتلاتة؟ يبقى ثلاثة زائد تسعة دال يسوي واحد وعشرين ودي الثلاثة الحارة التانية يبقى تسعة دال يسوي تمنتاشر يبقى الدال قسم على التسعة يبقى باتنين انت جبت اللي اتنين؟ برافو عليك يبقى الأوساط هي يلا هات الحد التاني اللي هو الوسط الأول هتضيفت اتنين على التلاتة يبقى خمسة ضيف اتنين سبعة ضيف اتنين تسعة حداشر ضيف اتنين تلاتاشر ها؟ انا عندي هنا ايه؟ الدال باتنين وانا جبت هنا كامل حدوقتي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمستاشر سبعتاشر تسعتاشر ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية التمن اوساط اللي طالبهم طب بعد التسعتاشر كان واحد وعشرين برافو عليك موجودة هون يبقى انا جبت الاوساط التمانية منين استخدمت الحد الاخير بس خلي بالك لابد انك تبقى عارف عدد الحدود طب عدد الحدود اجيبه ازاي؟ قالك اجمع عدد الاوساط زائد اتنين دايما تب اتنين ليه؟ عشان اقولك ادخل ثمانية اوساط بين ثلاثة وواحد وعشرين يعني بين حدين اللي هو الاول والاخير وانت بتدخل ثمان اوساط يبقى الحدود اللي عندك كلها كام؟ عشرة يبقى انا جبت من الحد العاشر قدرت ان انا اطلع ايه؟ الاساس دال وانا عندي الحد الاول اقدر ان انا اضيف الاساس على الحد الاول يطلع ليه؟ الحد التاني اللي هو الوسط الاول وهكذا لحد ما اجيب ايه؟ مجموعة الاوساط جميل او تعال بقى نشوف حاجة جميلة جدا اللي هي مجموعة الحدود يعني ازاي ان انا اجمع المتتبعة الحسابية اللي عندي لما اجمع المتتبعة الحسابية انا عندي قانونين القانون الاول بمعرفة الحد الاول الف والاساس دال طب احيانا ما يدي لكش الاساس يبقى يدي لك الحد الاخير قال لك فيه قانون بمعلومية الحد الاول والاخير لام تعالوا نكتب الايه؟ القانون دول يبقى مجموعة المتتبعة الحسابية انا هعملها هنا اتنين كتب بمعرفة الف ودال وبمعرفة الف ولام لام اللي هي ايه؟ الحد الاخير طيب جيب نون يساوي نون على اتنين افتح قوس كبير اتنين الف خلي بالك في قانون المجموع اتنين الف زائد اكتب نفس الكلام اللي احنا كنا عارفينه نون نقص واحد دال ايه ده؟ يعني الحد العام والمجموع فيهم تشابه ايوة هنا بزود الف وبدرب كله في نون على اتنين جميل طب بمعلومية الحد الاخير جيب نون يساوي برضو نون على اتنين الله يبقى هنا لما جي اقارن بين القانونين اللي اتنين فيهم منون على اتنين الف زائد لام الف زائد ايه؟ لام اللي هو الحد الاخير تعالوا بقى نشوف ازاي نحل مع بعض اللي ايه؟ المسألة اللي هو بيقول لي اوجد مجموعة العشرة حدود الاولى من المتتبعة الحسابية اللي هي ايه؟ عندي سبعة تسعة حداشر بنلاقي هنا ايه؟ بنلاقي اه محتاج انا اه يعني لازم اجيب الالف لازم اجيب الدال و اعطيني هو النود تعالوا نشوف كده اوجد مجموعة العشرة حدود الاولى يبقى انا هعمل له كده هون ادي الالف عندي بسبعة الدال ما عرفش عنها حاجة ماشي طيب بس هجيبها ده يعطيني التتابع بتاع المتتابعة وعندي جيم عشرة طيب اقول له ايه بقى انت محتاج الالاساس يبقى الاساس دال يساوي انت قلت ايه؟ تعريفه اي حد ناقص الحد السابق له مباشرة يعني تسعة ناقص سبعة يساوي اتنين الله انت جبت ايه دلوقت جبت الالف من المتتابعة جبت الدال طرحت عندك انت محتاج جيم عشرة يبقى النون بتاعتك بكام بعشرة اكتب اكتب القانون اكتب القانون يبقى جيم نون نون على اتنين افتح قوس اتنين الف زائد نون ناقص واحد في دال كل المعطيات اتنين عادي خالص الاولى منها تعالى انت محتاج مين اسلحتك اللي تشتغل بيها الالف والدال وعندك النون وانت عايز ايه جيم عشري عايز جيم ايه عشري بالالف تجيبها من هنا الحد الاول تسعة تقدر تجيبلي الاساس دال اه اي حد ناقص الحد السابق له بباشرة اربعة ناقص تسعة يبقى سالب خمس ادي سالب خمس واحد يقول لي يا استاذ هو لازم لما كل اطرح برضو اي حد ناقص الحد السابق دي يطلع سالب خمسة اقول لك مش انا اعطيك في المسألة ان هي متتابعة حسابية خلاص انا خلاص ده انا بصملك بالعشرة ان هي حسابية يبقى هي في تتابع مستمر الزيادة او النقص هيكون ايه مستمر بنفس القيم يبقى ما تتعبش نفسك يكفي بس تجيب الحد الثاني نقص الحد الاول طيب النون بكام عشرين طيب هاتلي مجموع يبقى نون اكتب القانون نون على اتنين انا خلاص حفظناه اتنين الف زائد نون نقص واحد في دال يساوي عشرين على اتنين اتنين في الالف كان بتسعة زائد نون نقص واحد يبقى تسعتاشر في سالب خمسة يبقى هنا عشرة اتنين في تسعة بتمنتاشر ناقص خمسة في تسعة بخمسة واربعين واربع يطلع خمسة وتسعين يبقى عشرة في كام هنا سالب سبعة وسبعين يطلع عندي سالب سبعمية وسبعين يبقى لاحظ ان هي متنقصة يبقى مجموعة العشرين حد الاولى منها هيطلع سالب سبعمية وكام وسبعين مرافو عليك تعال نشوف مسألة تانية بيقول لي ايه انا ممكن بقى هنا ايه اجيب لك تكون المتتابعة اجيب لك حدين واقول لك اوجد مجموع مثلا 19 حد 20 50 زي ما نعايز يبقى هستخدم اللي انا طبقته في تمرين سابق مع المجموعة تعال نشوف متتابعة حسابية الحد الثالث فيها يبقى تعال كده معايا هقول له حه تلاتة بكام بسبعتاشر وحه تلات تاشر بسبعة وسبعين جميل اوجد مجموعة 19 عايز جيم 19 تعال بقى احنا محتاجين ايه محتاجين الالف ومحتاجين الدال وعندي النون هون النون بت 19 الالف والدال ما عرفش عنهم حاجة اقول لك ما انا عطيك دول ليه وانا قلت في حلقة سابقة لو عطت لك معطيات وما استخدمتوش يبقى حلق ناقص حلق خطأ يبقى انا في الحالة دي خلي بالك اي معطيات عطيلك في المسألة لابد من استخدامه لو ما استخدمتوش يبقى فيه خطأ يبقى مسألةك مش هتطلع اصلا تعال نشوف بقى كده تعال نحل مع بعض نظام المعادلات حح 13 يبقى الف زائد 12 دال يسوي 77 حح 3 الف زائد 2 دال برافو عليك يسوي 17 انت كنت عارف ان احنا بنجمع بقوله بالجمح بس طبعا بعد ما غير الاشارات يبقى دي سالب ودي سالب ودي سالب دي بسميها المعادلة رقم واحد ودي المعادلة رقم اتنين الالف تروح 12 ناقص اتنين يبقى 10 دال يسوي 60 يبقى الدال 60 على 10 كام 6 يبقى طلعت الدال ب6 طيب بالتعويض في اتنين للحصول على الالف يبقى الالف زائد اتنين دال بكام ب6 يسوي 17 اتنين في 6 بكام ب12 يروح للحرى التانية يبقى الالف 17 ناقص 12 يبقى 5 جميل انت عندك دلوقت الالف والدال والنون تقدر تجيب 19 بكل سهولة ويسر جيم 19 يساوي نون على 2 اكتب القانون كل مرة عشان خلاص بقى منسهش وعوض نون على 2 يبقى 19 على 2 في 2 الالف ب5 زائد 19 نقص 1 ب18 الدال ب6 يساوي 19 على 2 هنا 10 وهنا 6 في 8 ب48 8 ومعنا الاربعة يبقى 8 108 يبقى انا هضرب 9 على 2 في كام في 118 ممكن ابسط هنا فيها الخمسة يبقى بقى واحد فيها التسعة اضرب عندي 9 في 59 9 في 9 ب81 5 9 ب45 45 و عندي هنا 9 في 9 ب81 عندي 8 و 45 يبقى 53 و 50 يبقى انا لا اسف ده هنا 19 معلش يبقى انا عندي هنا 59 في 19 يبقى انا احطهم هنا كده او باستخدام الحسبة 9 في 9 ب1 معنا 8 5 9 في 45 و 58 53 و 50 وهنا 19 يبقى انا عندي هنا هيساوي واحد اتنين وانا عندي هنا 3 واحد في 9 بتسعة 59 ماشي يبقى 11 يبقى الناتج 1121 11 كام 21 قدرت ان انا هنا عطيني متتابعة فيها حدين وقدر ان هو يجيب مجموعة 19 حد استخدمت ايه استخدمت ان انا اجيب الصورة العامة والحد العام للحد وقدرت ان انا احلهم جبري اطلع منهم الاساس وطلع منهم الالف وعوض في قانون ايه المجموعة تعالوا نشوف سؤال تاني سؤال رقم 11 متتابعة حسابية اعتقد ان انا كده ايه نفس الفكرة بيقول ايه اوجد حدها الثاني لأ عندينا عطينا حدها الثاني بسبعة وحدها الرابع بخمستاشر اوجد المتتابعة الحسابية ومجموع العشرة حدود الاولى منها جميل او يعني انا هنا عندي حه اتنين بكان بسبعة وحدها الرابع بخمستاشر وعايز جيم عشرة انت محتاج ايه الف دال نون النون بعشرة والالف والدال هيجوا منين ها واحد يقول اه يقول انا حل هكتب القانون بتاع او الحد العام بتاع الحد الرابع والحد التاني واحلهم مع بعض جبري تعال بقى نشوف كده يبقى حه اربعة حه اربعة مالها حه اربعة دي يساوي ها الف زائد تلاتة دال ده بخمستاشر طب حه اتنين الف زائد واحد دال يعني دال بس بسبعة بقول بالجمح انت بتعمل هنا ايه بتغير الاشارات سالب 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 بتعمل تطرح الالف مع الالف تلاتة نقص واحد اتنين دال خمستاشر نقص سبعة تمانية يبقى الدال بيساوي كام اربعة بتعوض في المعادلة رقم واحد او اتنين على حسب من انت عايز بتعوض في اتنين يبقى انا عندي الف زائد اربعة يساوي سبعة ومنها الالف هتساوي تلات جبت الالف بتلاتة والدال باربعة عايز بقى جيم عشرة هقول له عشرة على اتنين انا خلاص حفظت القانون اتنين الاف يبقى اتنين في تلاتة زائد نون نقص واحد يبقى تسعة في دال باربعة يبقى هنا يساوي خمسة في ستة سائد اربعة في تسعة بكام بستة وتلاتين ماشيين بنحل كل المسائل اللي على المتتابعة الحسابية وكل الافكار اللي فيها تعالوا نشوف الفكرة دي اوجد عدد حدود المتتابعة عايز نون التي حدها الاول سبعة وحدها الاخير تلاتة وتسعين ومجموح حدودها خمسمية خلي بالك احنا ما استخدمناش القانون التاني بتاع ايه المجموح تعالوا بقى نشوفوا حدها الاول يعني الف بسبعة حدها الاخير يعني لام بتلاتة وتسعين مجموح الحدود يعني جيم نون بخمسمية هو عايز نايه عايز نون يبقى انا هقوله ايه هقوله المجموح عندي استخدم القانون التاني نون على اتنين في الف زائد لام الف زائد ايه لام طيب تعالوا نشوف نشيل نشيل جيم نون تمام ونحط المجموع بتاعي يبقى المجموع بتاعي كام خمسمية كميل طب نون على اتنين انت عندك النون مجهول نون على اتنين طيب شيل الالف بسبعة اللام بتلاتة وتسعين يسوي تحت يسوي زي ما بقى اقولك هنا خمسمية برضو نون على اتنين فيه اجمع السبعة زائد التلاتة وتسعين السبعة زائد التلاتة وتسعين كام مية طيب بسط على الاتنين فيها واحد على الاتنين فيها خمسين يبقى انت عندك نون يسوي هتقسم خمسمية على خمسين يطلع كام عشرة يبقى انا عندي عدد الحدود اللي هي بتاع المتتابعة اللي حدها الاول سبعة وحدها الاخير تلاتة وتسعين وكان مجموحها خمسمية كان عشر حدود بس هنا استخدمت ايه استخدمت القانون الثاني بتاع مجموعة المتتابعة الحسابية بمعلومية مين الحد الاول والحد الاخير اللي هو الالف والدال جميل خالص تعالوا نشوف مسألة تانية برضو هنا هيدخل الاوساط مع المجموح هدخل ايه الاوساط مع المجموح بيقول ادخل اتناشر وسط حسابيا بين تلاتة وتسعة وعشرين ثم اوجد مجموعة هذه المتتابعة الحسابية تعالى بقى كده واحدة واخليك معايا هقول لك انا محتاج اقول ادي الحد الاول تلاتة ودي الحد الاخير تسعة وعشرين وانا عايز هنا اتناشر وسط ايه بأول حاجة هتعملها ايه عدد الحدود برافو اللي هو اتنين معاك دايما زائد عدد الاوساط يبقى ازاي بيطلع عدد الحدود اتنين زائد عدد الاوساط انا هكتبها لك عشان تبقى عارف عدد الاوساط يساوي اتنين اتناشر وسط يبقى اربعتاشر يبقى دايق الساس حه اربعتاشر وضحه واحد اللي هو مين اللي هو الالف جميل قوي يبقى عندي الف بتلاتة الدال ما عرفوش عندي حه اربعتاشر بتسعة وعشرين جميل ايه اللي عندك هتبدأ بمين قالك بحه اربعتاشر ما انا ممكن اكتبه او حه اربعتاشر اللي هو الف زائد كان تلات تاشر دال الكلام ده بيساوي تسعة وعشرين طب انت عندك الالف الالف بتلاتة زائد تلات تاشر دال يساوي تسعة وعشرين طب ودي نحرط تاني يبقى تلات تاشر دال يسوي تسعة وعشرين نقص ثلاثة اللي هي كام ستة وعشرين يبقى تلاتتاشر دال يسوي ستة وعشرين يبقى الدال يسوي كام اتنين السمنة طب انت عملت اي دي الوقت طلعت الدال باتنين وعندك مين عندك الحد الاول يعني تقدر تجيب الاوساط اه اقوله الاوساط هي اول وسط ضيف اتنين مع التلات يبقى خمسة وبعدين زيد اتنين سبعة اتنين تسعة حداشر تلاتاشر خمستاشر سبعتاشر تسعتاشر واحد وعشرين تلاتة وعشرين خمسة وعشرين سبعة وعشرين تعال عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناش برافو عليك يبقى انت كده جدخلتوني الاثناشر ايه وصل طيب هل باقي مطلوب تاني في السؤال اه عايز ايه عايز مجموعة هذه المتتابعة طب جيم كم من يقول لي جيمة 14 خلي بالك في فرق بين حها 14 وجيمة 14 طب ايه هو الفرق ده تعالى كده حها 14 يعني قيمة الحد اللي رتبته 14 اما جيمة 14 مجموعة الحدود من الاول الحد الاول الى الحد 14 يعني الحد الاول والتاني والتالت لحد ما وصل الى 14 يبقى خلي بالك من حها 14 ومن ايه جيمة 14 هو هنا عايز ايه عايز جيمة 14 اقول له تعالى انا عارف القانون واكتب القانون تاني يبقى قول له جيمة 14 يساوي نون على اتنين اتنين الف زائد نون نقص واحد في دال طب حد يقول لي نقصنا حاجة النون بكام احنا عارفينها با 14 والالف بتلاتة والدال باتنين يبقى قول له 14 على اتنين اتنين في الف بتلاتة زائد نون نقص واحد يعني هطرح منها كام واحد يبقى 13 الدال باتنين يساوي سبعة في اتنين بتلاتة بستة اتنين في تلاتة بستة وعشرين يبقى هنا تنين وتلاتين اضرب سبعة في اتنين باربعة معنا الواحد تلاتة في سبعة بواحد وعشرين واحد اتنين وعشرين يبقى مجموعة 13 حد اللي عندي طلعوا كام طلعوا ميتين اربعة وعشرين ميتين كام اربعة وعشرين طيب انا بقى عايز اقول لك هاخد هنا تمرين ممكن يقول لي ايه يقول لي اكمل اما على ممكن يجيلي سؤال انا بيجيلي عندي سؤال ايه مقالي وعندي اسئلة طيب السؤال اللي عندي هنا بيقول لي ايه الحد السابع في المتتابعة واحد واربعة وسبعة هو ايه طب واحد يقول لي اجيبه ازاي اقول له تعال احنا عندنا هنا هكتب المتتابعة بتاعتي وقول له واحد واربعة وسبعة هو عايز الحد السابع انت محتاج ايه عشان تعمل ده كله محتاج تجيب الالف ومحتاج تجيب الدال طب الالف اعطيني بواحد طب الدال اقول له دال يساوي اي حد نقص الحد السابق له مباشرة يعني اربعة نقص واحد بتلاتة يبقى عندي جبتة بتلاتة طب هو عايز حه سبعة يعني الف زائد ستة دال طب الالف بواحد والدال بتلاتة يبقى ستة بتلاتة بتمنتاشر زائد واحد يبقى كان تسعتاشر هو كان يعطيني خيارات تسعتاشر واحد وعشرين عشرين يا ترى كده هنختار ايه طب انا واحد يقول لي يا استاذ هل ان انا مطالب اكتب له خطوات الحل اقول له لا في الاسئلة الموضوعية ديت انا محتاج ان انا اختار الايه الاجابة فقط اما في المسائل المقالية لا ده انا لازم احل عشان عندي خطوات الحل كل خطوة عليها ايه عليها درجات يعني في المسائل او الاسئلة الموضوعية انا محتاج الناتج فقط هنا هقول له ايه تسعتاشر يبقى المسألة خلصت طيب تعالوا نشوف مسألة من المسألة الاخيرة على الوسط الحسابي بين العددين الف وباء هو هنا بقول لي المسألة دي صح ام خطأ الوسط الحسابي بين العددين الف وباء هو مجموحهم الاجابة صح ولا غلط واحد يقول لي يا استاذ انا كنت عارف ان الوسط الحسابي هو مجموحهم على اتنين طب هو هنا قال لي مجموحهم بس يبقى الاجابة هنا عندي ايه خطأ يبقى هنا اقول له ايه المسألة خطأ تمام كده طيب عندي برضو هنا في مسألة بيقول لي اه في رقم بقول لي صل العبارات الاتية طيب انا هنا عايز اقول لك احنا خدنا ايه تعالوا الراجع كده مع بعض احنا اخدنا ايه النهاردة يعني ايه متتابعة حسابية وعرفنا الحد العام وعرفنا تدكون من الاساس والالف تعالوا نكتبهم يبقى المتتابعة الحسابية الف والف زائد دال والف زائد اتنين دال الاخ دي الحد العام بتاعها حانون يسوي الف زائد نون نقص واحد في دال بسمي الالف الحد الاول بسمي دال الاساس والاساس ده بيجي ازاي بيساوي اي حد ناقص الحد السابق له مباشرة طيب عرفت بعد كده ان في عندي المجموع دي ليه قانونين بمعلومية الالف والدال ومعلومية الالف واللام طيب هنا جيم نون يساوي نون على اتنين اتنين الف زائد نون ناقص واحد في دال خلي بالك الفرق بين دا وده هنا الف هنا اتنين الف وبوضيف عليها نون على اتنين هنا جيم نون يساوي نون على اتنين ايضا الف زائد لام لم يعني ايه يا استاذ الحد الاخير اخر حاجة عندي الاوساط والوساط والوسط الحسابي لما قلوا الوسط الحسابي بين عددين الف وباء هو مجموعهم على ايه على اتنين والى هنا نصل الى نهاية الحلقة اليوم مع وعد بلقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة